اشتركوا في القناة الكثير من الناس في القناة لذلك لتعلمها بسهولة او لتعلمها عملنا اي ساينتست دول؟ بدأوا ان هما يفكروا ان هما يبدأوا ايه؟ قلي يعملوا كلاسيفايا يعني ايه كلاسيفايا؟ يعني ايه كلاسيفايا؟ قلي ان انا عبدأ اعمل لهم طب ليه؟ وازاي؟ ازاي هنشوف ساينتست عمل ايه؟ اما ليه؟ علشان خاطر فسيليتات زي الستادي اند فايند ريليشن بتوين ايلمنت يعني ايه؟ قلي ان هو بدأ يعمل لهم كلاسيفايا على حسب يعني السيملال بروبيرتس بقوا مع بعض والديفرنت بروبيرتس او اللي هما مختلفين عن الايلمنت التانيين بدأوا يبقوا مع بعض يبقى عندي اول حاجة نبدأ بيها النهاردة قلي بي تقريبا قلي بي تقريبا ساينتست ماد سيفرال اتامبتس يعني معنى كده ان الساينتست ما عملوش واحد بس قل لا اعملوا ماني او سيفرال اتامبتس طب ليه؟ قلي تو كلاسيفاياهم اقوردن يجي هنا تجيب ريزون هنقول تو فاسيليتات زي الستادي او تو ستادي ايه اتامبتس 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 سواء كانت كيميكال او فيزكال اتامبتس طيب احنا قلنا يعني معنى كده ان هما اكتر من واحد قلي صديق المهمة بايه لي هنا Pelag صديق المهمة اتامبت fruit هنقول ايه؟ مداليبس بريدك تابل موزلي بريدك تابل ومودرن بريدك تابل طيب يا طرح هناخد ايه قالي هناخد كل واحد من التأثير او التابل ده ونشوف كل واحد بتعمل ازاي وكمان الادفانتج والديسادفانتج اللي موجود عندي ونشوفه هو شكله ازاي هنبدأ باول واحد مندليبس بريدك تابل طيب مين اول ده قالي ان ماندليبس ده ساينتست عمل ايه بدأ ان هو يعمل كليكت للألمنت اللي هو where known as soon as او as the time that stays made بريدك تابل اللي هو فكر فيه ان هو يعمل البريدك تابل بتاعه طيب كانوا موجودين كم ألمنت او discovered كم ألمنت لحد الوقت ده قالي 67 ألمنت where known بس 67 ألمنت هم اللي معرفين خلاص يبقى معنا كده الماندليبس بريدك تابل موجود في 67 ألمنت طيب يجي ايه كمان قالي ان ده الماندليبس بريدك تابل هو first trial بريدك تابل for classification للألمنت يعني ايه قالي يعني هو أول واحد أو أول واحد يفكر ان هو يعمل بريدك تابل او التامبتس او ليه for classifying الألمنت ماندليب ده هو أول واحد يفكر كنا فييجي مثلا ماندليبس بريدك تابل ماندليبس بريدك تابل it is the first trial بريدك تابل for classification element هنقول ماندليبس بريدك تابل يجي مثلا true or false mostly periodic table it is the first trial بريدك تابل for classification elements هتبقى false ليه لان ماندليبس هو first trial بريدك تابل وقلنا how many or how what's the number of elements in ماندليبس بريدك تابل وقلنا 67 elements طيب ماندليبس او احنا عرفنا ازاي بريدك تابل بتاعه قال ان ماندليب explained this table or his table in his book principle of chemistry يعني هو عمل كتاب اسمه principle of chemistry وبدأ يعمل explained يشرح التابل بتاعه بريدك تابل طيب تعالوا نشوف بقى ماندليبس how did ماندليبس made his periodic table بدأنا نشوف يا ماندليب عملت ازاي البريدك تابل بتاعك قال لي ان انا عندي 67 elements عملت ايه قال لي he prepared 67 cards عمل لكل واحد منهم كارت طيب الكارت ده each card represent an element علشان كده عدد الكارت بتاعته 67 هي هيها the same the number of elements طيب ايه حاجة عملها ايه هو قال لي he record او he written او he nudes ثلاث حاجات مهمين جدا في each card ايه هما قال لي the name the name the name of each elements او الحاجة ال name بتاع elements طب و ايه كمان and atomic weight طب و ايه كمان قال لي and it's important بروبيرت ال important بروبيرت اللي هما اكتشافها او scientist او منداليفز اكتشافها لكل element اللي موجود لحد الوقت اللي احنا بنتكلم فيه زي ايه البروبيرت قال لي زي ال boiling point زي degree of vision او melting point و كمان dimensity طيب يبديه تاني حاجة عملها منداليف طب و بعدين قال لي he arranged the elements of similar بروبيرت يعني بدأ يشوف ال element اللي ليها the same او similar بروبيرت قال لي ايه قال لي انه بدأ يرتبها arranged in vertical which were known as little as group يعني هو حطها elements او الكارت اللي فيها the same او similar بروبيرت حطها vertical و بعد كده سمينا vertical column دي group طب وبعدين قال لي he arranged element in ascending order يعني ايه قال لي يعني بعد كده بعد ما منداليفز عمل the same or the element have the same or similar properties in vertical column جي شوف ال L او التابل بتاع او البريدك لا he discovered or he arranged the element in ascending order according to their atomic wave from A لو انا هجي ابص على التابل من A ال A قال لي from left to right from left to right طب left to right A قال لي horizontal row which were known as little as birner عرفت بعد كده ان الهروزينتا الرودة اسمها ايه اسمها birner يبقى تمام كده عرفنا لحد كده بعدين قال لي احنا 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 يعني يعني احنا قلنا ان هو arranged element in ascending order according to atomic wave طب قبلها قلنا ايه قال لي هي arranged element of similar bluebirds in vertical جاي يشوف ال vertical ده المفروض ان ال element اللي فيه كلها the same bluebirds قال لي لا بس for example لقينا فيهم three have high melting point و two have low melting point طب ده هيحلها ازاي مع انهم similar for other bluebirds قال لي خلاص هبدأ قسم المين group دي into two subgroup a and b طب ييجي هنا give reason ماندليب classified the element of each main group into two subgroup a and b due to the difference between their groupers يباتيني كده؟ هو ليه قسم او عمل divided او classified the element in main group into two subgroup due to the difference between their groupers طيب وبعدين ايه اللي حصل قال لي the atomic weight of the element increase in non uniform way يعني ايه؟ مش احنا مش احنا قلنا ان هي arranged the element in ascending order according to their atomic weight يعني for example ال element الاول atomic weight بتاعه 10 ال element اللي بعده in horizontal row ال element اللي بعده for example ال atomic بتاعه 12 ال element اللي بعده ال atomic weight بتاعه 15 يبقى هي كده ascending order of atomic weight بس non uniform way يعني مش بتكرار مش increase by one مال ايه؟ قال لي increase is non uniform way on moving from left side to the right side تمام؟ طيب ايه كمان؟ قال لي ان the blue birds of the element were repeated بتتكرر طب بتتكرر طب بتتكرر ازاي قال لي periodically يعني ايه؟ قال لي في الهرزين طروب by the beginning of each new وكمان في بداية كل يعني ايه؟ قال لي يعني تبدأ the blue birds تكرر في الجروب وحنا ماشيين groups يعني vertical قال لي لأ لما احنا بنمشي periodic يعني horizontal يعني in the same period يبا احنا كده عرفنا how did Mandariv classify the element ثاني انه he prepared 67 he record the name of each element on the card and its atomic weight and its important he arranged the element of similar blue birds in vertical column he arranged the element in ascending order according to their atomic weight from left to right in horizontal row which were known later as period he classifies the element in main group into two subgroup due to the difference between blue birds and he discovered two things and blue birds of an element were repeated periodically يعني تتكرر بالترتيب أو in horizontal row قال لي by beginning by beginning of each new bird وأن atomic weight of the element increased in non-uniform weight وعرفنا يعني ايه كلمة non-uniform طب ايه مثلا الكويتشن اللي بتيجي هنا ييجي مثلا complete in Mandeliev's periodic table there are space elements هنقول 67 element ييجي مثلا يقول لي complete Mandeliev arranged the element in his periodic table according هنقول their atomic weight أو in ascending order of atomic ييجي مثلا يقول لي Mandeliev's classifies the element of each main group into two subgroup a and b هنقول due to difference between their properties تمام لحد كده يجي يقول لي true or false the atomic weight of the element in Mandeliev's periodic table increase in non-uniform way هنقول true يعني فعلا non-uniform تمام كده طيب عرفنا ازاي Mandeliev's عمل ال periodic table بتاعه فاضل ايه قال لي فاضل ان انا كل حاجه وبقى ليها advantage and disadvantage اول حاجه advantage of Mandeliev's periodic table ايه حاجات اللي استفدناها او عرفناها بعد ما Mandeliev عمل periodic table بتاعه قال لي he corrected the atomic weight of some element which were estimated رومبي يعني ايه قال لي عندما جاء نشوف ال element اللي موجودة لهم 67 element بدأ ان هو يتأكد من ال atomic weight اللي هو هيكتبه على الكارد فبدأ يعمل experiment كتير و activity عشان يتأكد منه من الكل each element يتأكد من ال atomic weight بتاعه فلقى ان فيه some elements كان قبلها معروف ال atomic weight بس كان رومبي فهو بدأ يعمله يبقى اول advantage كتير من الهاتف من الهاتف من الهاتف طب تاني حاجة قال لي هي لفت امتي سال او جبس او جبس او جبس او جبس ليه؟ قال لي علشان مانداليفس بدأ ان هو بريدكت يتنبئ ان ايه؟ قال لي ان هامل جبس أو جبس او جبس او جبس او جبب المثال في جبس ليه؟ قال لي قلس قال رجل انه في ناوك مانداليفس الاتميج ممين وكمان قال انه ممكن المثال المثال او المثال ممكن كمان اقول لك الاتوميكوهيد بتاعه هو كان تخمين منه فيه اللي طلع صح وفيه اللي طلع غيره يبتاني كدا عندي 2 advantage لمانداليف بريودك تيبل قال ليه he left gips او empty cell in his table لأيه قال لي predicting the discover of new element and determine the value of atomic weight طب و ايه كمان؟ يعني قال لي he corrected the atomic weight of some element which way estimated رنجي. يعني كنت عفاه بس بطريقة غير. طب ده l-advantage. l-disadvantage بقى بتحت مندنيزي. قالي ان هو he had. هو اضطره. يعني ايه? قالي ان هو يعمل disturbance. make a disturbance. ليه? يعني اضطره ان هو يعمل خلال. أو disorder. يعني نشترتيب كويس. طب لي ايه? قالي an arrangement. in the ascending order of the atomic weight of some elements. طب ليه? ليه انت عامل كده مع انك انت المفروض عامل arrangement. ودقيت ان هو ascending order of the atomic weight. قالي لأ. اصلا لازم احط the same element have the same group in the same group. يعني هو بدأ يشوف element لازم تبقى ليها same group. اللي ليهم same group or similar in group. بيحطوهم في group. علشان كده هو عمل disturbance أو disorder فين? قالي في الarrangement or ascending order of the atomic weight. طب ليه? قالي توبط them in the group that suit or that have the same groupers. يبا ييجي انا جيب ريزون. ييجي قولي ماندليف. انا مش فاهم حاجة. يعني ايه عيزوطوب الاول. قالي اني مثلا. الايزوطوب دي عبارة عن one element. بس ايه؟ قالي بس have the same atomic number but different in atomic weight. هم ليهم نفس الاتوميك نمبر بس مختلفين في الاتوميك ويت. بما انه هم مختلفين في الاتوميك ويت وماندليف كان بيعمل الاتوميك ويت فبدأ انه هم يعامل الايزوطوب دي على انها different element. بس بعد كده احنا عرفنا ان الايزوطوب ده حاجة واحدة بس او element واحد بس. مالا وهي اللي بيحصل. قال لي بس النوطلس بتاعته او الاتوميك نمبر هيفزا اتومك نمبر بس اumbledess but the atomic weight is different. تمام. طيب ايه كمان. قال لي الماندليف. هد تو بوت مور زان one element in one sil. يعني ايه. قال لي يعني مثلا زي. وكمان الكوبالت والنيكل لمنداريفس او الوقت اللي كان بعمل فيه بريودك تيبون ادري يوصول لان الكوبالت والنيكل هاد او سيملارتي اردو بيردس علشان كده هو بدأ يحط الكارت بتاع الاير وفوق منه الكارت بتاع الكوبالت وفوق منه الكارت بتاع النكل طبليه يجيب ليزون هنا قالت ديوتو زا سيملارتي انزير روبرتس تمام كده يبقى احنا كده عارفنا اول زا فيرست بريودك تيبون وعرفنا الديسكريبشن بتاع او ازايت عمل وكمان عارفنا الادبانتج والديسادبانتج بتاع مانداريفس بريودك تيبون وعرفنا اين اسئلة المهمة اللي ممكن تيجي هنه في الجزئية دي كله يبقى تاني كده اهم حاجة عارفناها انزير روبرتس مانداريفس بريودك تيبون وكمان مودن بريودك تيبون واخدنا اول واحد مانداريفس بريودك تيبون تمام اشتركوا في القناة